ربما أكيد بعد لحظات إلى مقبرة العالية أين سيدفن في مربع شهداء هذا المربع الذي يحمل رمزية تاريخية موفى التلفزيون النهار جمال دين بوشا في التفاصيل التي قدمها على أنه ستكون كلمة بنية بعد قليل وأن الموكب الرسمي لرئيس الجمهورية وصل قبل قليل لمقبرة العالية في انتظار الموكب الرسمي الذي ينقل جثمان الراحل رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة السابق عبدالقادر بن صالح الذي انطلق من مقر إقامته إلى مقبرة العالية أين سيدفن هناك في مربع الشهداء ستكون لنا أكيد متابعة في هذه التغطية المباشرة لجنازة الراحل رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر نهز 80 عاما حسب ما أعلن أو أعلن عنه من طرف رئاسة الجمهورية الذي أشار بيان أمس لرئاسة الجمهورية أن جنازة الفقيد ستشيع اليوم الخميس بعد صلاة الذهر في مقبرة العالية وأمر رئيس الجمهورية بتنكيس العالم الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس وهذا عبر كامل التراب الوطني في انتظار وصول الموكب الجنائزي الرسمي لجنازة رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح في هذه الصور نتابع صور لمرور الموكب نقل جثمان رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي وفته ألمانية يوم أمس الأربعاء عن عمر نهز 80 عاما رئيس الدولة السابق رئيس مجلس الأمة سيدفن في مقبرة العالية هذا كان قد وصل قبل قليل الموكب وصل رئيس الجمهورية نعم نتابع في هذه الصور الآن مرور الموكب موكب نقل جثمان رئيس الدولة السابق هذا الموكب الرسمي إذن لجنازة رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح والذي سيطفن في مقبرة العالية نتابع هذه الصور التي تصلنا مباشرة من الطريقة السريع لموكب نقل جثمان وكذلك نتابع مراسم تشييع جثمان رئيس الدولة السابق بمقبرة العالية نعيد فقط ونذكر أنه وصل قبل قليل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إلى مقبرة العالية في انتظار وصول الموكب الرسمي للراحل الذي وفتها ألمانية عن عمر ناهز الثمانين عاما رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح نتحدث قليلا عن سيرته هنا استجاب لنداء الوطن كل ما احتاج إليه بداية من الطورة التحريرية مرورا بالعشرية السوداء ووصولا إلى الحراك الشعبي بعدما قاد المرحوم بن صالح البلاد في عقاب خروج الجزائريين للشارع للمطالبة بالتغيير بسنة 1962 وبطلب منه تم تسريحه من جيش التحرير الوطني واستفاد من منحة دراسية إلى الشرق الأوسط مكنت من الانتساب لكلية الحقوق بجامعة دمشق بعد حصوله على شهادة لسانس التحق بمهنة الإعلام كصحفي بيومية الشعب خلال مصاره المهني تقلد سيد عبدالقدر بن صالح العديد من الوظائف والمناصب السامية أهم هذه المناسب إذن سنة 1967 سحفي بجريدة الوطنية اليومية الشعب من سنة 1968 إلى 1970 كان مراسلا ومكتب ومدير مكتب الشرق الأوسط لمجلة المجهد الأسبوعية وجريدة الجمهورية اليومية وقد ساهم بكتاباته وتحليله في العديد من الجرائد والمجلات العربية من سنة 1970 إلى غاية سنة 1974 كان مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت في لبنان وتميزت هذه الفترة بإشرافه على إصدار مجلة الجزائر أحداث ووثائق من سنة 1974 إلى غاية 1977 كان مديرا عام للجريدة الوطنية اليومية الشعب في سنة 1977 انتخب السيد الراحل عبدالقادر بن صالح نائب عن ولاية تيلمسان تحديدا دائرة نضرومة ثلاث عهدات متعاقبة لمدة 15 سنة كما تولى مسؤولية رئاسة لجرة شؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشر سنوات في سنة 1989 عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في سنة 1993 عين مديرا للإعلام وناطقا رسميا لوزارة شؤون الخارجية سنتابع إذن مشاهدين في هذه الصور وصول الموكب الرسمي لجثمان الراحل رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح في هذه الجنزة الرسمية إذن وصول الموكب الرسمي الذي ينقل جثمان رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح يصل في هذه اللحظات إلى مقبرة العالية أين سيدفن رحل هناك أين سيوارة الترى إذن الراحل رئيس الدولة السابق رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح هذا وكان قبل قليل قد وصل هذه الصور هي صور مباشرة لموكب جثمان الموكب إذن قلنا على أنه مراسم تشييع جثمان رئيس الدولة نتابعها في هذه الصور التي تصلنا مباشرة من مقبرة العالية أين وصل الموكب الجنائزي لرئيس الدولة السابق رئيس مجلس الأمة رحل عبدالقادر بن صالح هذه الصور المباشرة نتابعها الآن بعد وصول الموكب الجنائزي الرسمي لرئيس الدولة السابق رئيس مجلس الأمة المجهد المرحوم عبدالقادر بن صالح سيورى أثر في مقبرة العالية الموكب الرسمي يصل بعد إذن أن وصل قبل قليل رئيس الجمهورية عبدالمجيد بون إلى مقبرة العالية رئيس الدولة السابق انتقل إلى رحمة الله يوم أمس عن عمر نهز الثمانين عاما وسيورى أثر اليوم بمقبرة العالية جثمان الفقيد إذن انطلق من مقر إقامته ليصل الآن وفي هذه اللحظات كما نتابع في هذه الصور المباشرة التي تصلنا من مقبرة العالية يصل الآن إلى مقبرة العالية جثمان رئيس الدولة السابق بن صالح الذي سيورى أترى بعد الحدث بمقبرة العالية إن لله وإن إليه رجع